وتفاصيل أكثر حول هذه الغارات ينضم إلينا من كوفنتري سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أهلا بك سيد رامي إذن ما تفاصيل هذه الغارات وهذه المستودعات التي انفجرت لمن تتبع للحكومة السورية أم لروسيا أم لحزب الله أم لإيران تفضل نعم صباح الخير طبعا مستودع وليس مستودعات حقيقة الأمر والواضح أنه مستودع الصواريخ هو الذي استهدف بالهجوم المركب الذي شاركت فيه مسيرات لا نعلم من أين أتت مع وجود طائرة حربية أو طائرة حربية يعني يرجع بأنها إسرائيلية ووجود زوارق في البحر ولكن الهجوم هو مركب المسيرات من أين انطلقت هل انطلقت من داخل الأراضي السورية هل جاءت من جهة ما لكن بالنهاية هي كانت مشاركة العملية استمرت لنحو ساعة ما بين بداية الهجوم والذي كان قبل الساعة الرابعة بتوقيت سوريا إلى أن انتهى الهجوم الدفاعات الجوية الروسية والسورية حاولت التصدي للمسيرات يعني أسقطت بعضها ولكن الواقع بأن الهدف تحقق ودمر هذا المستودع الذي يقع على بعد ثلاثة إلى أربع كيلومترات من مطار حميميم أو مطار باثل الأسد الذي يوجد فيه أكبر قاعدة جوية روسية ليس في سوريا فقط بل بالبحر المتوسط من قام بهذا الهجوم بهذه الطائرات ولكن الطائرة الحربية أو الطائرات الحربية رجح بأنها إسرائيلية من هي المسيرات لمن تدبع حقيقة الأمر لا نعلم بالنسبة للمستودع لا نستطيع الجزم إذا ما كان للإيرانيين ما كان لإيرانيين أو حزب الله أو لقوات النظام ولكن من غير المرجح أن يكون مستودع روسي جرى استهدافه بهذه المسيرات أو هذا الهجوم الجوي طيب هذه المسيرات الإسرائيلية كيف لها أن تصل إلى منطقة لم نقل إسرائيلية نحن لم نقل أنها مسيرات إسرائيلية قلنا مسيرات لم نقل بأنها مسيرات إسرائيلية من أجل الدقة نعم سيد رامي طيب هذه المسيرات حتى لو كانت غير إسرائيلية أنت ذكرت ربما انطلقت من الأراضي السورية كان لديكم تقرير حول هذا الموضوع أتذكر بأن ذكرتم في تقرير لكم بأن هناك ضباط من أوروبا الشرقية ومن أوكرانيا يدربون يعني عناصر على استخدام مسيرات لاستهداف الروس وأيضا الحكومة السورية هل من الممكن أن هذه المسيرات تتبع لهذه الجهة؟ من الممكن جدا لذلك كانت تساؤل كيف الآن وكيف يوم الرابع وعشرين من الشهر الفائد كانت مسيرات تشاغل الدفاعات الجوية أمام القاعدة البحرية الروسية وبذات الوقت أمام القاعدة الجوية الروسية الأمر يحتاج إلى أشارات استفهام كثيرة هل من الممكن أن يكون هناك تنسيق مع الروس سيد رامي خاصة أنه في المرات السابقة كانت هناك تقارير عدة تحدثت بأن أيضا الروس تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل حتى تقصف هذه المقرات لا ليست تعطي الضوء الأخضر روسيا هي يعني تعلم قبل دقيقة أو دقيقتين بموضوع أن الطائرات الإسرائيلية ستتخل على خط العمل ولكن روسيا في الأساسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا ومزل التصعيد في غزة لم يعد يصلها أي معلومات من إسرائيل عن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية أشكرك جزيل الشكرة سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان كنت معنا مباشرة من كوفنتري